خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العائد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبياً واقفاً يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصابي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النابي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزاوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير آبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما تراني عالياً جائعاً حزيناً ذليلاً فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أباً وعائشة أماً وفاطمة أختان وعلي عاماً وعلي عاماً والحسن والحسين من أخذ أخوة جاغ لك حسن يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العين فخرج الصبيل يلعب مع السبيان فقال له السبيان كنت واقفاً بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال له كنت جائعاً فشابعت وكنت عارياً فكوسيت وكنت بغير آبي فأصبح رسول الله يا أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين وإخواتي فقال له السبيان فقال له السبيان يا لين أباناً ماتوا في أحدى الغزوات مع رسول الله لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب للفيديو شارك المقطع مع أصدقائك شكراً لكم